سباحتنا الزهبية فريدة عثمان فريدة عثمان بتشارك بطولة العالم للسباحات بالامارات التحدي أولي للسباحة أعلى مشاركة السباحة العالمية فريدة عثمان في بطولة العالم واللي هتتلاقي في أبو ظبي واللي هتبتدي يوم 16 ديسمبر اللي احنا فيه فريدة عثمان حققت قبل كده مدليتين برونز في بطولة العالم سنة 17 2017 و2019 فريدة شاركت طبعا في اللومبيات اللي فاتت بس كان السباق اللي هي مميزة فيه وقلنا الكلام ده وضحناه أكتر من مرة سباق 50 متر فراشة طب سباق 50 متر فراشة ده موجود في اللومبيات لا موجود 50 متر فراشة فريدة عثمان شاركت في سباق مش سباقها طب تقول يا كابتن هو الفرق من 50 متر فراشة لا فرق كبير فرق كبير في يعني دي لعبة أو ده إفنت وده إفنت تاني خالص ده ليه مواصفات لعب وده ليه مواصفات لعب تاني خالص ده عايز سرعة مميزة بالقوة ده عايز تحمل 100 متر فراشة وعايز سرعة كمان معها تحمل الموضوع مختلف ومع ذلك فريدة في سباقها ده لو موجود في بطول ده علام هتاخدها وفريدة زي ما قلت حضركم خدت برونز في سباق 50 متر فراشة في 2017 يا رب ان شاء الله هنتبعها هتعمل ايه في البطولة 2021 في الإمارات